تعتبر خشونة الرجبة من المشاكل المنتشرة كتير بالمرضى العظام يعني تقريبا ما فيش حد مننا إلا ويعرف حد عنده خشونة في مفصل الرجبة لو مهتم تعرف كل حاجة عن خشونة مفصل الرجبة بما فيها الأعراض وكيفية التشخيص والعلاج والتمرينات اللي ممكن تعملها عشان تحسن من موضوع الخشونة اسمع الفيديو ده للآخر وتابع قناتي قناة العيادة في بيتك عشان يوصلك معلومات طبية مفيدة عن كل ما يخص العظام وكل ما يخص الطب نشوفكم بعد الفصل رأيكم في قناتنا مهم جدا رأيكم يهمنا جدا لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا لايك للفيديو عشان ينتشر بصورة أكبر ويفيد أكبر عدد ممكن من الناس وياريت تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجزء الثاني من الفيديو ده وتوصلك فيديوهات تانية كتير مفيدة رأيكم يهمنا لو اي حد لي اي تعليق على الفيديو ياريت او اي سؤال ياريت يكتبه لنا فيه التعليقات وانا هجاوب عليه خشونة الرجبة منتشرة بصورة كبيرة جدا بين مرضى العظام وخصوصا كبار السن منهم هنبدأ بسبب خشونة الرجبة خشونة الرجبة بتنتج من تآكل الغضريف المبطنة لسطح المفصل بتاع الرجبة سطح المفصل العظم على ناحيتين بيكون متغطي بغضريف لينة الوظيفة بتاعتها انها تمتص الصدمات وتدي مجال حركة غير مؤلم لكن بيحصل مع السن تآكل في الغضريف دي تآكل في سطح المفصل وده اللي بيعمل الخشونة بتاعت مفصل الرجبة الغضريف دي بتتاكل بتتأشر بالبلد كده بنقول علاء بتتأشر فالعظم على ناحيتين بيحتكب بعضه نتيجة الاحتكاك ده بيؤدي الى تكوين زوائد عظمية وده اللي بيعمل الالم الشديد اللي بيكون مصاحب لخشونة الرجبة في ناس كمان معرضة اكتر من غيرها ان يجيلها خشونة في الرجبة زي مين مثلا زي الناس اللي عندهم زيادة كبيرة في الوزن دولا بيكونوا عرضة اكتر ان يحصل خشونة في مفصل الرجبة اكتر من غيرهم كمان الناس اللي شغلها بيتطلب مجهود بدني عنيف زي الناس اللي بتشيل اوزان تقيلة او الناس اللي بتطلع وتنزل السلالم فترات طويلة او الناس اللي بتقف فترات طويلة دولا عرضة اكتر من غيرهم ان يحصل لهم خشونة في مفصل الرجبة الناس طبعا اللي بتبزل مجهود بدني عنيف زي الناس اللي بتطلع وتنزل سلالم كتير ادوارة عالية بتشيل حاجات تقيلة وتطلع بها ادوارة عالية زي اه الناس اللي بتشتغل شيلين والناس اللي بتشتغل في البنى في العماير الجديدة وبيشيلوا بيتطروا يشيلوا حاجات تقيلة اسمنت او رمل لو يطلعوا بها ادوارة عالية ده سبب من اسباب الخشونة انها بتحصل بدري في الرجبة سبب تاني كمان الناس اللي عندها الروماتويد مرض الروماتويد من الامراض اللي بتدمر المفاصل من المفاصل دي مفصل الرجبة ودي الخشونة دي بتكون مبكرة شوية الحاجة اللي بعد كده كمان ممكن يبقى تكون سبب في خشونة الرجبة الناس اللي عندها اعوجاج في الربتين الناس اللي عندها تقوص تقوص في مفصلي الرجبة ده بدوره بيزود حدوث خشونة الرجبة وبتحصل في سن مبكر كمان الناس اللي حصل لها كسور في سطح مفصل الرجبة او اسفل عظمة الفاخد سواء الكسر ده اه تعمله عملية او تعمله جبس اي كسر واصل لسطح المفصل بيسيب جزء من بيعمل جزء من الخشونة في مفصل الرجبة بتزيد مع الوقت دي طبعا النوع ده من الخشونة بيبقى في رجبة واحدة الرجبة اللي حصلت فيها الاصابة مش بيكون في الرجبتين اه الخشونة العادية اللي هي بدون اسباب واضحة اللي بتحصل مع السن بتحصل عادة بتبدأ تحصل من اول سنة 40 سنة مج كمان تحصل ساعات بدر شوية من اول سنة 35 سنة وبتزيد زي ما احنا قلنا مع السمنة والناس اللي وزنها تقيل بتكون بدأ تقريبا بالتساوي في الرجبتين مج كتبى ناحية اشد من التانية لكن عادة الناحيتين بيبومشين في نفس الاتجاه دي اهم الاسباب كانت اهم الاسباب للخشونة طيب ايه الدرجات الخشونة الخشونة بتصنف لها درجات بصورة مبسطة درجات خشونة الرجبة هي كالاتي اول درجة بيبقى قلم في عظمة الصبونة بتاعت الرجبة ايه هي عظمة الصبونة هي العظمة الرفيعة الصغيرة اللي موجودة قدام مفصل الرجبة اول ما الخشونة بتبدأ بتبقى في عظمة الصبونة وبعد كده بتزيد بالتدريج انها تاخد باقي مفصل الرجبة فدي تعتبر الدرجة الاولى اللي هي خشونة في اه ما وراء عظمة الصبونة في طبعا درجات درجة الاولى الدرجة التانية الدرجة التالتة بتبقى الخشونة بدأت في مفصل الرجبة طبعا بتبقى درجات الدرجة الاولى بتبقى بسيطة الدرجة التانية بتبقى خشونة متوسطة الدرجة التالتة بتبقى خشونة متقدمة ودي بيكون حصل تآكل تام لكل الغضريف الموجودة في مفصل الرجبة او اغلبها وده بتعمل الالم شديد للعيان طيب ده كان التأسيمة او الدرجات بتاعة خشونة الرجبة بعد كده العيان اللي بيعاني من خشونة الرجبة بيشتك من ايه ايه الاعراض اللي العيان بيشتك منها العيان بيشتك من اعراض كتير اهمها الالم بيشتك العيان من الام في مفصلي الرجبة الالم ده بيزيد مع الحركة بيزيد مع طلوع ونزول السلالم بيزيد مع المشي الكتير بيزيد مع الوقفة الكتيرة بيقل الالم ده بيقل مع الراحة لما العيان بينام او بيقعد الالم ده بيقل الالم ده كمان بيزيد مع الاعدة فترات طويلة لانه احنا قاعدين مفصل الرجبة بيكون متني وده بيزود ألم الرجبة. تمام ده اهم شكوى بيشتكيها عيان الخشونة وهي ألم. الألم ده ممكن يكون في رجبة واحدة وفي الربتين. ممكن الألم ده في بعض الاحيان يهدأ بالعلاج بالأدوية او بالعلاج الطبيعي. وفي فترات معينة الألم ده بيزيد مرة واحدة ويعمل ألم شديد في الرجبة. ممكن تخلي العيان مش عارف يتحرك. طبعا عيان الخشونة ولا بيقدر يارفص ولا بيقدر يربع رجليه ولا بيقدر يركع عشان يصلي. فممكن يضطر انه هو للأسف يصلي وهو يعد. دي اهم شكوى لعيان الخشونة وهي الألم في رجبة واحدة او في رجبتين. الشكوى التانية برضو متكررة ان هو العيان بيسمع او بيحس بصوت تقطأة من مفصل الرجبة مع الحركة. تقطأ دي ممكن تكون مع المشي. ممكن تكون هو بيعد. ممكن تكون اه وهو بيحرك مفصل الرجبة. تقطأة دي ممكن تكون محسوسة بالايد بس او ممكن يسمع صوت التقطأة او صوت التزيين. ممكن يسمع الصوت. ده طبعا بيبقى معناه درجة متقدمة من خشونة الرجبة. دول اهم عرضين بيشتك منهم العيان. العرض التالت اللي ممكن يشتك منه عيان الخشونة. اه لو هو الورم. ممكن رجبته تورم. والورم ده مالهوش سبب محدد. ممكن تورم لوحدها بسبب الخشونة. ممكن تلتهب. يحصل فيها التهاب. فيفاجأ العيان ان رجبته ورمد جامد. ولو عمل عليها اشعة سواء اشعة رانين او سونار. هيلاقي فيها ارتشاح. والارتشاح ده عبارة عن مية متجمعة جوه مفصل الربة. بده العرض التالت. اللي هو ورم وقلم شديد في الربة بسبب وجود ارتشاح. ممكن يبقى سببه التهاب. ممكن يبقى سببه انه رجبته اتلاوت منه وهو ماشي. وده عرضة اكتر الناس اللي عندها خشونة عرضة اكتر ان يحصل الاتواد. ممكن كمان يبقى عنده ارتفاع في نسبة الى املاح اليوريك اسد النقرس. والنقرس بيعمل التهاب مفاجئ. ممكن يجي في مفصل الرجبة. وهنتكلم في حلقات تاني او في فيديوهات على القناة بتاعتنا بتتكلم عن اه الام الكعب والام النقرس وازاي بنعرفها والتحاليل للدكتور ممكن يطلبها. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن تكون عرض بيشتكي منه مريض خشونة الرجوة الا وهو تقوس الربتين. ممكن يبقى فيه الربتين مقوسين فيه عوجاج وده قلناه في الاول. قلناه كسبب من اسباب الخشونة. ممكن العيان يبقى عنده تقوص. في وجود التقوص ده ممكن يختلف العلاج. العلاج يختلف. يعني لو كانت دي بدايات خشونة حد عنده تقوص في الربتين ومعها بدايات خشونة. ممكن يستفيد ان احنا نعمل استعدال للتقوص. نعمل عملية استعدال التقاوس زي ما هنتكلم عنها آآ هنتكلم عنها بعد آآ بعد ما نقول التشقيص يعني هنتكلم عنها في آخر الفيديو. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن يشتكي منها آآ مريض خشونة الرجبة آآ 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 وهو تعليق الرجبة. الرجبته بتعلق. يعني رجبة بتعلق. الرجبة بتعلق. يعني رجبة بتتني وما تتفردش بيتنيها. ويجي يفردها للآخر بيفاجأ انها مش بتتفرد. ده بيكون ايه السبب? السبب بيكون ان العيان بالاضافة للخشونة هو عنده اطعف الغضروف الهلالي. سواء الغضروف الهلال الداخلي او الغضروف الهلال الخارجي. والجزء المقطوع بالبلد كده بيتحشر جوه مفصل للربة. فمفصل للربة ما بيكونش عنده القدر انه يتفرد للآخر. وده بيسبب وراء مؤلم شديد للعيان. وساعة الدكتور المعالج يضطر انه يعمل منظار جراحي للمريض عشان يشيل الجزء المقطوع من الغضروف. زي برضو ما هنتكلم عن طرق العلاج في اخر الفيديو. حاجة اللي بعد كده اللي ممكن يشتكي منها عيان خشونة الربة. قالوا هي انه رجبته بالبلد كده تكون سايبة. يجي يمشي يلاقي رجبته بتلف وتخونه وممكن يقع. ممكن كمان العيان يشتكي من تنميل في رجليه. التنميل عادة بيكون ليه علاقة بمرضى السكر. لان عادة ده بيكون عيان سنه كبير. وبيشتكي من سكر وضغط. ممكن يشتكي من مشاكل في القلب. ممكن يشتكي من مشاكل طبية كتير. فممكن يبعنده تنميل في رجليه الاتنين او في رجل واحدة. سبب تنميل ده زي ما قلنا ممكن يكون السكر. السبب التاني ممكن العيان يبع عنده لقدر الله انزلاق غضروفي في الفقرات القطانية. وعمله عرق النسا. عرق النسا. وعرق النسا تكلمنا عنه في فيديو قبل كده. وهنعمل عنه فيديوهات تاني تتكلم عنه بالتفصيل. فده سبب التنميل في عيان الخشونة. كمان عيان الخشونة ممكن العيان يجي للدكتور يشتكي من وجع في رجلين الاتنين وما تكونش الخشونة هي السبب. يكون في سبب تاني غير الخشونة. يا طرق ايه هي الاسباب التانية اللي ممكن تعمل وجع في الرجلين غير الخشونة. طبعا الاسباب دي محتاجة فيديو شرح الوحدة. محتاجة فيديو شرح الوحدة. بس احنا هندي يعني انا هقول نبزة مختصرة عنها. اشهر سبب ان يكون عنده قصور في الدورة قصور في الدورة الدموية الشريانية للرجلين. وده بيعمل الالم في الرجلين الاتنين. ممكن بعض الناس تخطئ التشخيص وتقول ان دي خشونة وهي مالهاش علاقة بالخشونة. او يكون الخشونة مسبب لجزء بسيط من الالم. والسبب الاساسي هو في قصور الدورة الدموية الشريانية للطرفين. طبعا في اسباب تاني كتير هنقولها في فيديو تاني ما نفصل. ايه اللي ممكن يعمل وجع في الرجلين غير الخشونة. يعني ممكن الشرط يكون الان عنده خشونة عشان يحصلوا الام في الرجلين الاتنين. ممكن يبع عنده دوالي في السقين. ممكن يبع عنده قصور في الدورة الدموية الشريانية زي ما احنا قلنا. ممكن يبع عنده التهاب في العصاب الطرفية. ممكن يكون عنده بالفعل خشونة. ممكن يبع عنده مشاكل في العمود الفقري. مسبب باله عرق النساء او مسبب باله شد عضلي او كلبشة في عضلات الرجلين. وتكون هي سبب الالم وليس الخشونة. وده الاسباب دي هنقولها في فيديو تاني منفصل لان يطول الشرح تحت. ااا بعد كده ممكن يكون العيان يتخبط قبل كده. ممكن العيان يشتك ان هو تخبط في رجله. حاجة خبطته عمل حادثة ويع من فوق. وهصل له كسر في سطح مفصل الرجبة. مما ادى الى خشونة. عادة العين ده بيكون سنه صغير. وبتكون رجل واحدة هي اللي فعل مشكلة. لو رجل واحدة بس هي اللي تخبطت بتكون رجل واحدة. لو كانت رجلي الاتنين هما اللي تكسروا بيكون الرجلين الاتنين. بس الخشونة دي لها سبب اللي هو الاصابة اللي حصلت له في سطح مفصل الرجبة. ممكن تكون نوع الاصابة كمان العيان رجله تلوت حصل التواق بسيط. هو ده اللي عمله. الالم الشديد في مفصل الرجبة. والعيان اللي عنده خشونة بتكون رجبته حساسة لاي التواق. آآ الحاجة الاخيرة الدكتور لازم يسأل العيان لو كان بيسخن بالليل بتجيله سخونة او بيجيله التهاب وقلم شديد في مفصل الرجبة عشان يستبعد وجود اي ميكروب داخل مفصل الرجبة. وخصوصا في المرضى اللي عندهم السكر. آآ بنهتم طبعا احنا نسأل العيان ازا كان بيتعالج من ضغط او من السكر او من اي مشاكل في القلب او مشاكل في الغدة او بيتعالج من ناصف تامين دال او كالسيوم. كل الحاجات دي لازم نسأل عليها لان العلاج اللي احنا بنكتبه بيتعدل على حسب الامراض اللي العيان بيشتك منها. يعني احد الامراض اللي احنا بنسأل عليها ازا كان العيان بيشتك من الم في فم المعدة ولا لأ فلازم نسأل العيان هل انت عندك الم في فم المعدة عندك ارتجاع في المريء عندك قرحة في المعدة او في الاسن عشر. طبعا العلاج بيتعدل على حسب الحاجات دي بندى ادوية ما تأثرش على المعدة بندى حاجات تحمي المعدة من الادوية. الحاجة التاني اللي بنسأل عليها لو عنده مشاكل في وظائف الكلا او وظائف الكبد. لان اغلب المسكنات بتعلي وظائف الكلا ووظائف الكبد الا مجموعة صغيرة. والمسكنات دي هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديوهات تاني جاية. الحاجة اللي بعد كده هي بنسأل العيان لو كان عنده الضغط لان المسكنات بعض انواع المسكنات بتعلي الضغط. بنسأل العيان لو عنده السكر عشان في بعض الادوية اللي احنا بنديها ممكن ترفع السكر زي حقن الكورتيزون. آآ الدكتور كمان بيسأل العيان عن ناصف ثمين دال والكالسيم لان الهشاشة بتساهم بدور كبير في الام الرجبة. بنسأل عن مشاكل الغدة لان مشاكل الغدة بتقدي الالام في العظام. كل دي الحاجات اللي بنسأل عنها العيان. شوف العيان عمل تحليل قبل كده. او اشعة. هنيجي بعد كده الموضوع مهم جدا. اهلا وهو كيفية تشخيص خشونة الرجبة. ازاي بتتشخص? يعني ايه الاشاعات اللي الدكتور ممكن يطلبها منك كمريض آآ خشونة رجبة او كشخص الدكتور شاكك ان انت عندك مشكلة خشونة في مفصل الرجبة. ايه الاشاعات اللي ممكن الدكتور يطلبها والتحاليل اللي ممكن يحتاجها. اول حاجة الاشاعة. اهم شيء في تشخيص الخشونة هو الاشاعة العادية. اشاعة عادية عادية جدا على مفصلي الرجبة. الاشاعة العادية دي الافضل انها تتعمل والعيان واقف. تتعمل تتعمل والعيان واقف. لان والعيان واقف درجة الخشونة بتبان بشكل اوضح بكتير مما لو كان العيان نايم. فا اول حاجة بيطلبها الدكتور من عيان الخشونة هي اكس ري اشاعة اكس اشاعة سينية عادية جدا على مفصلي الرجبة وهو واقف. بيكون لها منظرين. منظر امامي خلفي ومنظر جانبي. دي اول الحاجة. الحاجة التانية ممكن لو العيان بيشتكي من انه رجبته بتعلق فيها تعليقة بتتني ومتتفرش. زي ما احنا قلنا وضحنا الموضوع ده قبل كده. الدكتور بيطلب اشاعة رانين على مفصل الرجبة اللي فيه المشكلة عشان يشوف هل فيه قطع في الغضروف الهلالي ولا لا? وهل هو سبب مشكلة تعليق الرجبة ولا لا? في اشاعة الرانين بتبين الموضوع ده. ايه التحاليل اللي الدكتور ممكن يطلبها? ممكن الدكتور يطلب تحاليل سورة دم كالسيوم فيتامين دال سورة ترسيب. وممكن نطلب تحاليل وظايف كلا للعيان ووظايف كبد لو هو ماشي كان ماشي على العلاج او مسكنات بقى له فترة طويلة. هدف التحاليل ان احنا نتطمن على العيان. هدف اول حاجة هدف صورة الدم ان احنا نتأكد ان العيان ما عندهوش انيميا اي نوع من انواع الانيميا. الانيميا سبب من اسباب الام العظام المتعددة. زي ما احنا قلنا في فيديو قبل كده. ونتأكد كمان ان ما عندهوش نقص في الكالسيوم او فيتامين دال. لانه نقص فيتامين دال والكالسيوم. سبب مهم من اسباب الام العظ. نتأكد انه وظيف الكلا والكبد طبيعية لان الادوية اللي احنا بنكتبها بعضها ممنوع في مرضى الكلا او الكبد. لازم نتأكد من التحاليل دي قبل ما نكتب للعيان اي دوة. بكده تكون معلوماتنا النهاردة عن الخشونة خلصت. في معلومات تاني كتير لسه فاضل في موضوع الخشونة. طرق العلاج المختلفة. وده موضوع طويل يطول شرحه. لان علاجات الخشونة كتيرة وكتيرة ومتعددة. والسبب في كده ان ما فيش حاجة واحدة فعالة في علاج الخشونة. فلازم موضوع علاج خشونة الربة. هيتعمله فيديو كامل. فيديو طويل يطول شرح. يطول شرح العلاج فيه. عشان يغطي كل نواحي موضوع خشونة الربة. نشوفكم في الفيديو الجاي. وشكرا جدا لمتابعة قناتنا. قناة العيادة في بيتك. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من فيديواتنا.